السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو معكم سلوان طيري انا يتني رسالة شوي غريبة واحد تاجر قال لي انه يبي على حسب كلامه عبده وجاريه وانه ما راح يقصر وانه بالاسلام محلل هذا الشيء صحيح كلامه هو ريال ما تجد فموضوعه ذكرني موضوع قديم يعني موضوع هذا قبل سنتين يمكن كنت اعمل مع شخص هذا شخص يعني ما شاء الله لساته الشباب فشنو كان كثير يعني يعرف نساء فكنت يعني مشفقة لوضعه وكذلك مخلصة لعملي فسبحان الله يعني يعني سنحت لي فرصة اني ظروف اني ازور مكة فلما زرت مكة طرى عليه يعني على وضعه وهذا يعني يعني المهم فدقيت على المفتين في مكة فقلت لهم عن يختص في قلت ان عنده حلال وعنده خير ويعني يعني يحب النساء فقلت شنو قانون الجواري فقالوا قانون الجواري يعني قال المفتي قانون الجواري ان لازم تكون دولة مسلمة غازية دولة مسيحية او سرية او دولة غير ليست على دين ليست على دين اسلامي واسرة يعني لازم يكون اسرة حرم فقلت هل هو حرم؟ لا بالدين محرم الجواري ليس بالدين حرم بالعكس الجارية قانونها غير عن قانون الحرة الحرة عورتها كلها الا وجهها ويدها اما الجارية من السرة وتحت يعني تختلف جدا عن الحرة والحرة لازم بعقد زواج الجارية لا فقط يشتريها وخلص كأنه يعني يتزوجها فتختلف الجارية عن الحرة فش اسمها؟ طبعا اهم كذلك هنا بالكويت قد سألت ناس مختصين متدينين وهذا فقالوا لي قالوا لي صح مشكلة استغفر الله يا ربي الرجل الملتزم أو الرجل على دين يعني مو الا ملتزم حال يعني كل رجل سوي بدينه يعني ويكون عنده خير الحل الوحيد انه لازم يكون عنده يعني اذا يريد ان يأتي نساء بالحرام يعني اذا كان مبتلة بالبوتنا انه يعني هربوا بالموضوع انه يعني يشتري جواري فأنا يعني شايفة انه يعني ياريت بالكويت يسن قانون يعني لهذه الفئة فئة الناس الجواري وأنا بكذلك بالكويت شفت حالة ان واحدة يعني من الدولة يعني ان شاء الله ما اشبهها بالنها جارية بس مرت عليها هذه الحالة انه اهلا تخلوا عنها وهذا فراحت سكنت عند واحدة يعني واحدة كويتية يعني كانت تطبخ له وكانت تقوم بأعمال البيت وتساعدها فأنا رضرت يعني قلت سبحان الله وضعها كأنه وضع الجارية فهي تقول مو حسن أباط بالشرع أو أني أمشي بالحرام الحمد لله قاعدة ببيت وهذا مستورة لأنها تخلوا عنها والله يسترع لنا عليها فأنا صراحة أتمنى اتمنى أن يسنون قانون لهذه الفئة ويفتحون يعني الباب لهذا مثل ما افتحوا باب الخدم المكاتب وهذا يفتحون باب الجواري وسنون قانون صحيح يعني احنا مربعين يعني يضعون بالهاوية استغفر الله يا ربي الله من استغفر كتب إليك بالزنا والقذورات هذه وإن شاء الله يا ربي يا كريم خير وأنا الصراحة الدول اللي أشوف أنها مثل الشيشان اللي هي بين الحرب وبين دولة ثانية أكيد في أسرة فروح يشتروا هذا الأسرة ويشتروا 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 ويبيعهم على التجارع في الكويت ويحصل من التجارع ويشتروا عندها ألفين جارع فمو عيب ولا وحرم وكانت عندها زوجة واحدة فقط فمو عيب ولا وحرم يعني شريعتنا محلل للشي هذا والحمد لله الكويت يعني فيها كثير من التجار واللي ملتز مين وأتمنى الكويت للأفضل إن شاء الله